منتخب مصر ومرحلة جديدة بعد انتهاء مرحلة كارلوس كيروش واختيار روي فيتوريا مديرة فنياً لمنتخبنا الوطني كيف ترى هذه المرحلة؟ طبعاً المرحلة دي ممكن من أحسن الناس اللي استفادت في هذه الفترة مستر فيتوريا ليه طبعاً قبل الدوري هو جيه قبل المتشطر والدابة دي على الأقل بثلاث شهور لا بشهر شهر ونص شهرين يعني الناس دي كان عنده متسع كواس جداً بدليل ان هو تم اختار اللعيبة بدليل انه عمل معسكر شهر طبعاً ومعسكر برضو بتفرق قوي ان منتخب مصر الاول ما عملش معسكرات بقل فترة طويلة فطبعاً هو عمل ماتشين برضو برضو زي اي مدير فني زي مدير فني النهاردة بازل يستطلع النهاردة بيجيب النهاردة ماتشط ودية النهاردة الماتشط مستوى رابع يعني النيجر ليبيريا مستوى رابع فطبعاً يعني اي مدير فني بيمشي بالتدرج لازم لازم يمشي التدرج النهاردة في التعامل مع الفرق فالنهاردة هو عمل ماتش النيجر لليبيريا وكسب الاثنين المكسب المكسب في حد ذاته يمكن اهم من الاداء برضو بنتكلم في وقعية طبعاً حتى في الماتشط ودية؟ طبعاً ليه النهاردة؟ لو انا ده غلبت ماتش ودي هتهاجم ولا مش هتهاجم في اول تجربة هتهاجم ولا مش هتهاجم هتهاجم بالإعلام وهتهاجم بالجماهير والناس مش هتبقى متقتنعة بيه والإعلام مش هتبقى متقتنعة ولكن إذا كان زي ما قلتلك النهاردة عمل ماتشين مع النيجر ومع ليبيريا وبيكسب النهاردة كل دي النهاردة النتائج اللي بتؤثر على الحتة دي في مسيرة النهاردة في توريا مسيرة كويسة اختيار أولاً مستوى رابع زي ما قلتلك في نفس الوقت مكسب كويس جداً في نفس الوقت برضو العناصر وبالنهاردة كم يمكن حتى في الماتشين كان بيثبت التشكيل وإن كان هناك برضو بعض التهييرات في بعض اللاعبين وهو ميال لأسلوب على فكرة مسلوب أو تكتيك أربعة ثلاثة ثلاثة يعني بيستثمر حد من الناس اللي موجودة زي زي مثلاً أحمد ساد زيزو لعب وسط ملعب ثالث مع طريق حامد ومحمود حمادة برضو إمام عشور إما لعب الماتش التاني استثمره برضو نلعب وسط ملعب فهو واضح أنه بيميل دائماً للتدعيم وسط الملعب ويشتغل به أربعة ثلاثة ثلاثة بيلعب ثلاثة في الهجوم اثنين على الأطراف واحد راس حارب طيب تفتكر أن فيتوريا مش مركز مع الإعلام وماشي بدناغه ولا شايف إزاي هو ده عشال ما تشتودي يعني عشال ما تشتودي وزي ما قلت لك خلي بالك كل حاجة بتوصل لمديل الفني الأجنبي يا كابتال إسلام يعني النهاردة بيبقى معه النهاردة بيترجم لو حد النهاردة بيقوله ده الإعلام بيقول كذا الجماهير مش عجيبة كذا كل دي بتوصل معلومات وانتفاكر المديل الفني النهاردة بس قاعد كده وخلص كل كبيرة وصيرة بتوصله كل كبيرة وصيرة بتوصله طب اختياراته الفنية شفتها إزاي في مباراة النيجر وليبري والله بس هو الاختيارات زي ما قلت لك ما ش يعني ما تقدرش تقول فيها مفاجئات ولكن يمكن آه وسط الملعب محمود حمادة من اللعبة برضو كويسة وانه وسط اسميره النهاردة ونافسه كمان اتكلم عن محمود حمادة تقالك عن 28 سنة وعمره مراح متخب مصر بقاله 8 سنين فين ما هو هو نهاردة كده بقولك النهاردة رؤية مدير فني في اختيار لعيب أو اثنين لعيبة أو ثلاثة لعيبة برضو من الحاجات الإيجابية يعني مستر كروش ما كان ماسك ما عملش نتائج ووصل ممكن نهاية أفريقية ولكن الناس مسكت ايه قالت لك لا ده خد ناس جديدة ومحمد عبد ملع ومحمد حمدي ومشاق وخد ناس جديدة وعمر كمان فكل دي الأمور دي النهاردة هو درس كويس جدا مع طبعا الكابتن حازم إمام وكابتن محمد بركات قطع لهم دور كبير جدا في اختيارات دي على فكرة لأن 70% ما قلت لك 80% من الاختيارات دي ده كان تشكيل موجود لمنتخب مصر يعني ما زودتش حد ده ويمكن محمود حمد أو هو نفسه تكلم عن محمود حمد ما أنا بقول لك يمكن الحتة دي برضه هو خلاص بقى متابعة المباراة بيباني أن اللعب ده كويس بيجيبه خلاص